السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذات الأعزاء مرحبا بكم موعدنا اليوم مع مهارة تحليل صورة وذلك من خلال نموذج تطبيقي للصورة الكاريكاتورية وذلك نزولا عند طلبكم ورغبتكم في تحليل هذا النوع من الصور لكن قبل ذلك نتوقف قليلا عند مراجعة أهم خطوات هذه المهارة إذن فقط على سبيل التذكير لتحليل صورة أو أي موضوع إن شاء لا بد فيه من مقدمة عرض خاتمة في المقدمة نعرف الصورة نحدد نوعيتها وموضوعها نطرح الأسئلة الإشكالية الواردة أمامكم في العرض نحدد المكونات اللغوية والأيقونية للصورة والدلالات والإحاءات ثم المستوى التواصلي وفي الأخير نختم بوظيفة الصورة في الخاتمة نعبر عن الرأي الشخصي في الصورة من حيث الشكل والمضمون هذه العناصر وهذه الخطوات ناقشناها سابقا وشرحناها بشكل مستفيد من لم يتمكن من مشاهدة الفيديو سأترك له الرابط في صندوق الوصف وأيضا نماذج تطبيقية لصور فوتوغرافية ولصور إشهارية وكاريكاتورية أيضا إذن اليوم اخترت لكم كما قلت صورة كاريكاتورية وهي من إنجاز تلميذة متميزة ستستمعون لتحليلها لهذه الصورة بصوتها الخاص من أجل الاحترام إنجازها وطريقة تعبيرها عن الصورة إذن الشكر الخاص للتلميذة ريم بن الردد وأترككم الآن مع تحليل صورة كاريكاتورية تعالج موضوع فيروس كورونا صورة حديث عصرنا الحالي باتبارها أحد أشكال التعبير الأكثر هيمنة وانتشارا فقد غادت علمنا المعاصرة واحتلت مساحة واسعة منه فإنما ولينا أعيننا تصادفنا الصور بشتى الأشكال والأنواع تسعى إلى التأثير في عقولنا وأحاسيتنا ولعل أبرز الصور انتشارا في ثقافتنا المعاصرة الصورة الكاريكاتورية والتي يرجى بها إيصال رسالة هدفة بطريقة ساخرة وخير المثال الصورة التي نحن بصدد تحليلها فما مكونات الصور اللغوي والأيقونية وما الفئة المستهدفة منها وما الدلالات والإحاءات المصدمر داخلها وما وظيفتها الصورة مكونا رئيسيا يتمثل في طريق منعرج يتكول من طبقات ففي أسفله هناك فيروسات تبدو عليها علامات الغضب تلوح بأيديها نحو الأعلى فاتحة فمها وبأعين مليئة بالشر لا ترى إلا هدفا واحدا ذلك العلامة المسكينة مكتوبة عليه دولة الشعب يتعد العقبة بكل حذر يغزوه الخوف والهلع فيداه ترتجفان وهي ماسكة الحبلة بكل قوات وشجاعة على أمل الوصول للقمة قمة يترأسها أطباء يسعون لحمل ذلك العلام المحطم عبر نفس الحبل المتين الذي يكاد يتمزق بمقص تحمله أنامل شاب مطبوعة على وجهه علامات الغباء والتهور كتبت عليه عبارة الجهل وعدم احترام القانون أما قدمه اليمنى فيحاول سحبها رجل يرتدي لباسا رسميا والآخر يعاني لكونه يسعى بدوره لجر حمل تقير فمن الظاهر أنه هو السبب وراء عدم تمزق الحبل يمكننا تحديد مرسل الصورة في كل الجهات التي جندت نفسها لمحاربة تفشي هذه الجائحة أما المرسل إليه فيتمتر أساسا في كافة المجتمع الذي تكبد عنها انتشار هذا الوباء أما الرسالة التي تصب إليها الصورة فتتجسد أساسا في محاولة لفت الانتباه للعراقين والصعوبات القائمة في وجهه أولئي الأبطال ومن في طريقهم لنيل مبتغاهم صورة في طياتها دلالات عميقة فغضب الفيروسات وصراخاتها العالية دل على إحباطها لكونها لم تتمكن من بلوغ مرادها أما الأطباء أبطال خارقون لا يعرفون معنى للتراجع والإستسلام فجروسهم دل على تعبهم وإرهاقهم فالنوم لم يزور أعينهم منذ أيام لكن من الظاهر أن قوة إرادتهم وحبهم للوطن الحبيب الذي يسعون لحمله وإصاله سالما إلى بر الأمان قد فاقوا قوة التعب وكذا قوة جميع العوائق التي لطالما داهمت طريقنا منذ أن تجندنا لخوض معارك وحروب يومية ضد عدو قاتل لا يعرف معنى للرحمة والشفقة والمتمثل في ذلك الشاب المتهور الذي قد يكون سببا في الإلقاء بنا في التهلك فلولا صمود رجل الأمن لتنزق بنا حبل الأمان لنصبح فريطة سهلة لمتعضيات لا ترى حتى بالعين المجردات فتحية حب وتقدير لكل من يسعى جاهدا لحماية الوطن بمحاربة الجهل والوباء معا ولكل من وهبنا جل قواه بمزيد من المتابرة لمديد العون ليصديع الوطن قطع طريق العقبة الطويل الذي يحتاج لنضار مستمر وللتمكن في الأخير من إصاله القمة القمة التي تجسد المستقبل والغد الذي لطالما حلمنا وصوله وبقلوبنا التي لم تعود تطيق انتظارا لرؤية العالم من جديد نشير في النهاية إلا أن الصورة الكاريكاتورية هنا لها وظيفة توعية وتحسيس لكافة المجتمع من أجل المكوت في بيوتهم مراعاة للدور النبيل الذي يلعبوه هؤلاء الأبطار لتستمر حياتنا وتعود إلى سابقها وتصبح يوما ما ذكريات يحكيها الصغير والكبير أرى أن الصورة نجحت إلى حد كبير في إيصال رسالتها للمترقي رسالة نحن في أمس الحاجة إليها في ظل هذه الأزمة التي نهشها أجمعين هذا ما يؤكد لنا أن الصورة في حد ذاتها يمكنها أن تعود ألف كلمة لمشاهدة باقي الدروس المرجو الذهاب إلى صفحة القناة ودخول إلى قوائم تشغيل سيسجدون الدروس مصنة في حسب المكونات مكوين علوم اللغة مكوين التعبير والإنشاء دروس خاصة بالسنة الثالثة إعدادي وانتصحيح الامتحانة جهوية ترجمة نانسي قنقر